يعني من بداية الحرب على سوريا تحرك السوريون الأوفياء بكل أنحاء العالم الوقوف إلى جانب وطن وعمل وعلى تشكيل مجموعات والرمعيات أقامت بالكثير من الفعاليات الإنسانية يوم معنا سوريين أوفياء قدموا من السويد للمشاركة بمعرض دمشق الدولي وهنا من أعضاء هيئة الدفاع عن سوريا يلي تأسست منذ بداية الأحداث في سوريا بسعدنا أن نرحب بسيدة فاردية رستوم عضو اللجنة الأعلامية للهيئة عيسى صباحي بأهر وسلم والسيد حسين داود المسؤول العلامي للهيئة صباح الخير أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم بسوريا خبرونا كيف شفتوا سوريا وخاصة أيام هالمعرض أبل ليش فضلك إحنا دوما طبعا على تواصل مع سوريا ودوما رحي منزل قيل شهرين ثلاثة أربعة منزل نشوف بس هل جاء هالفتر يعني هالمرحلة اللي جينا هاليومين اللي هل صرنا يومين بس كتير في فرح في فرح غير الفرح اللي كنشوفه قبل متحسي أنه في صار في أمان أكتر الناس مبسوطة وبتشوفيه هالشي بعيون مبارح بالمعرض كتير كان الناس في شي يعني غير غير طبيعي متل ما كنا شوفوا المراحل قبله وهالنشاط وهالحيوية اللي كانت مبارح تسير جبارة وحلوة وأنا يعني واحد حاله بسير وغير شي كمان عالشاد ماس واحد تسمعي شي عنا بأنتي بره بسويت بس غير شي وتكون على الأرض الواقع بتصير أجمل نعم يا أستاذ حسين يعني أنتو كالهيئة الدفاع عن سوريا تأسست مثل ما قالنا بالبداية من بداية الحرب على سوريا خلينا نحكي شوي عن الهيئة عن مبادئة عن أهدافة لهذه الهيئة نعم يعني مثل ما حضرتك تفضلتي أنه هي الهيئة تأسست مباشرة بعد الأحداث يعني بعد شهر أو شهرين من بداية الأحداث كانت هي عبارة عن فكرة من مجموعة من الشباب السوريين الغيارة على وطنهم واللي كانوا من البداية يعني وعيهم أوصلهم لفكرة لمعرفة الحقيقة يعني أنه هذه مننا مننا ديمقراطية ومننا مطالبة بالحرية ومننا أي شيء من البداية كانوا عارفين منه هذه مؤامرة فبالتالي المجموعة الصغيرة هاي من الشباب كانت عبارة عن نواة لتشكيل هيا برزت كفكرة وبعدين نحن بلشنا نطورها أكتر وأكتر وأكتر لمعارفنا لأصحابنا للناس الغيارة الوطنيين التانية سواء سوريين أو عرب أو أجانب وعملنا مؤتمر تأسيسي وأسسنا الهيئة وكانت التأسيس بشهر أكتوبر أو شهر تشرين الأول من 2011 بطبيعة الحال الهيئة مثل ما اسمي بدل عليها للدفاع عن سوريا هل الدفاع عن سوريا كنا نحن بالبداية كنا بنعتمد أسلوب المسيرات إنه نحن موجودين وأنتو يا سويديين أو الحكومي السويدي اللي واقفين ضد دولتنا نحن السوريين موجودين ونحن مع دولتنا وإنه الشي اللي بتحكوه عن سوريا هذا ما إنه صحيح وبالدليل هلا هينو نحن مغتربين هون وبندافع عن بلدنا وبعدنا مخلصين لوطننا كمسيرات بعدين شفتنا بإنه المسيرات ما بتعطي هداك الصدر كبير ليش؟ لأنه كمان في عندك ناس ثانين بيطلعوا بالإعلام الخضرة وبيصير في عندك فريقين والبوليس بواقف بالنص وكذا فشفنا بإنه هذا الاسلوب منه موجدي كتير يعني بيشوه صورتنا أكتر ما إنه بفيدنا لهاك حبات تدعوه شيء ممكن يكون فعال أكتر ومفيد أكتر فبلشنا بمشاريع تاني أو نشاطات تاني مثل مثلا نعمل ندوات محاضرات ثقافية فنية حفلات معارض للتعريف عن سوريا مثلا من الأخت فادي عملت معارض للتعريف عن حضارة تدمر الحضارة السورية القديمة بمتحف سويدي ويوم صار في ضجة بأنه كيف بتعطو أنتو متحف لمناصرين مناصرين الدولة السورية صار في ضجة أعلى مئة كبيرة هنا وكيف كان كيف كان الأشخاص اللي اجوا زاروا هالمعرض ويتعرفوا بالفعل على حضارة وتاريخ سوريا العريق كان كثير كان كثيرنا باحتراحة والشويدين اللي اجوا صاروا في منهم كانوا جايين عالسوريا من قبل وصاروا يبكوا بصراحة في منهم قالوا لي فزيورينا انت حكي سوريا يعني هلا أسماننا كان في باحث يارا معلّا وني كام بحشرحتهم كمان من وجهة الهوية السورية وأنه هاد دمار هوا بدي يدمروا مشان دمروا هويتنا السورية وكان في باحث سويدية كمان زايرة سوريا قبل حكيتلون هي عالمناطق اللي زارتها وعالتاريخ سوريا وشو رابطة بالحضارة السويدية إنو شون حضارة السويدية الجاي من الحضارة السورية نققتلون كتير شغلات حلوة وعدين قالوا لي إنو بدنا ياكي انت تحكي كسورية وصرت قال صورة وصورة لوحة لوحة فسرينو صاروا يبكوا قال هاي نحنا كنا هونيكي وتذكرنا وصاروا يحكوا هني رفقاتهم الثانيين اللي كانوا معهم بالجروب جاءوا بجروبات يعني صاروا يجوا يتفرجوا المعرض كان لأسبوعين تقريبا وكل يوم كان يجوهم زوار كان يبعطوا من مدارس كمان الطلاب مع الأنسات المنجو لأكتير كان ناجح وأخذ الضجة صحيح يجي نقدو هاي فأنا مبسطة خلي هاجموني معلش وهاجمون هاي بس أخذ ضجة أكتر لنو تماما يعني معرض وغيرها من الفعاليات استفادة يمكن أنتوا قمتوا فيها حتى تدافعوا عن بلدكم حتى تورجوا الصورة الحقيقية للوطن خلينا نحكي كمان عن الفعاليات الثانية اللي قمتوا فيها وكيف كانت صدها وخصيصا مثل ما ذكرنا بالنسبة للسويديين بالنسبة للأجانب بالنسبة لكل الأشخاص اللي كانوا يزوروا فعالياتكم أو اللدوات أو يتعرفوا عليهم غالباً كلياتنا غير أنه صفحة الهيئة فمنكتر دوماً منتواصل مع الصحفيين أصدقائنا ومنتواصل مع السياسيين أصدقائنا ومنكتر دوماً صفحتنا ويتابعوا حتى لو أنه رسمياً السياسيين هناكي ما بيقدروا يقولوا شي يطلعوا عن خط طبعهم بس هنا صاروا يقتنوا صاروا يعرفوا شوي شوي فهذا كثير منهم نحنا كصاحي سوريين مواطنين عاديين لنا أعلمين ولنا سياسيين ولنا بس نحنا هذا عبي يسيئ له مستقية أكتر لأنه عبي قلوه هذا السوري عادي يعني ليش يعني هو عبي يفرجينا زيارتنا المتواصلة لسوريا ونشرنا صورنا هون وكتابتنا باللغة السويضية يعني مشان توصل يعني هلا نحنا هيها توصل للسويديين أكتر فهذا كثير عم بي تبيع مرصدة وعب بيقرب الناس أكتر وعب بيشوفوا حيئة أكتر وعب بيستوعبوا يعني أنه لأ فهنا هدول ليش عبي يكسبوا هيك الصحفيين يكسب صحفيين يعني بقدر تفوت على صفحات الصحافة طبعهم على الوزارة طبعهم بقدروا ليش انتقلت هيك للوزير فلاني أو للصحفي فلاني وكتيرا جاوبوا يعني لازم نواجههم بلغتهم بصفحاتهم هنة ونتابعين ومنكتب على الجرائد لعندهم يعني نادرا ما يشرولي أنا مقالة أبعثهم إياها يوجوني بس أنا بفوت على مقالاتهم وبكتوب تعليق مشان الناس على صفحات سويدية يشوفوا هاي شغلة وشغلة في الندوات الثقافية اللي من قيمة أكثر شي بيستفقهم كمان عم ندع عليه أصليقان السويدية وعم بيجو أكتب نكمل أنت أكثر مني نعم يعني بس تعقيمة على نسبة للمعرض اللي عملته الأخستاذية كان يومها بنفس الفترة اللي كان فيها الإرهابيين بتدمر وكان تدمر يعني الناس كلها بتعرف والصحافي كلها بتعرف على تدمر وحضارة تدمر فأجأ بنفس الفترة هالي فكانت فرصة كتير حلوية أما بنسبة للمدوات فنحنا بنجيب مثلا شخصيات معروفة شخصيات لها يعني رصيد ثقافي أو رصيد صحافي أو إعلابي أو تاريخي أيضا كمان بعرف مثلا على الحضارة السورية يعني عن الصراع بسوريا هون جبنا مثلا غالب خنبيل الإعلامي الكبير من أستاذ غالب خنبيل جبنا مثلا بشرة الخليل ومخاميل لبنانية بشرة الخليل فيه كمان شخصيات كتير جرامات بماتي داعي واحد شخصيات فأحل بلوقت هذا لكن كمان منظوم النشاط نطل نحنا بنبعث مساعدات لسوريا وبعثتها تقريبا بنا 17 حاوية من حجم الكبيريات وكلها معدلات بالأكثر شيء معدلات طبية للجرحة لو دولي احتياجات خاصة يعني هاي كلها مشاعر بتعبر عن توحد كل الشعب السوري وينما كان موجود والشعور بأخوه كمان المحتاج له المساعدة اليوم بمشاركتكم ضمن معرض مسق الدولي خبرنا أكثر عن هذه المشاركة وشو الأمانة اللي رح تحملوها من أيام هالمعرض اللي رح تقضوا فيه ورح تعفوا عن هيئتكم شو الأمانة اللي رح تحملوها للخارج؟ نعم يعني أيضا مضمن النشاطات منه نحنا قررنا بأنه نربط مثلا رجال الأعمال أو المعارف يعني أصدقائنا رجال الأعمال الموجودين بسويد سواء سوريين عرب أجانب لأنه أيضا نربطهم بالاقتصاد السوري يستفادوا ويفيدوا يعني بإمكانهم مثلا يجوا يعملوا عقود يتصلعوا وشوفوا الواقع الحالي الاقتصادي هون بسوريا وما في أحلم أنه معرض يعني ما معرض دمشت الدولي يعني هذا فرصة جدا عظيمة فأجأ معنا كتير من الشركات اللي هي مسجلة بسويد في مجرات عدة يعني خلينا نحكي مثلا مجال الغزائي في استيراد التصوير استيراد مثلا الأعمال الحراقية التي تشتغل لنساء سوريات الأخفادية قائمة على هذا الموضوع في عنا مثلا شركة إلى علاقة بحماية ومراقبة السواحل في عنا شركات حماية الشخصية تدوير النفايات النقل السياحة البناء الأعمار السياحة الآليات الثقيلة خدمات الطبية خدمات الطبية وأيضا استخراج الوقود البيئي فهي كل الشركات موجودة ممثلة برجال أعمال يستثماريين موجودة معهم بالوقت ويجعلوا على المعرض ويلكفوا مع الشركات اللي ممكن يعملوا مع عقود أو ممكن سلة توصل يعني حضرتكونا عم تشتغلوا على هذا الموضوع اللي إلو أكيد تأثير كتير كبير ومولعج للاقتصاد السوري يعني هاي الشركات ومعكم أيضا رجال أعمال غير سوريين أكيد في معنى عراقيين وفي معنى مصريين وفي معنى سويدية طبعا ويونانية هنا من ضمن الهيئة هنا من ضمن الهيئة هنا من ضمن الهيئة هنا من ضمن الهيئة مثل صحفي ويقوله وسياسي هو فهو من ضمن الهيئة معنى من الأساس بدأت عن سوريا وكل ما بيجي لهون معنى على زيارة عن سوريا برجع بيكتبون مقالات وبيحكي عن الإتفاجأ دوما بيكتب شي كتير إيجابي وفي معنى كمان صحبي ثاني أشتيد أول مرة بيجاء لسوري حطول عمره بيحلم وبقرأ على دماسكوس هاي أول مرة كمان جاي معنا هالمرة وعم بيكتب رح يكتب شي حلوك يعني هو الجسم الرئيسي للوفد من هيئة الدفاع عضاية الدفاع وخصوصا الرجال الأعمال أو المستثمرين اللي هم من أعضاء بهيئة الدفاع نفسها لكن أيضا من خلال صدقاتنا يعني أصدقائنا رجال العمالي الثانيين اللي بتتوسع المهمة أكبر بتسيئة الزبت توسعت أكتر وعرضنا عليهم نحنا عرضنا عليهم وكانوا متشجئين جدا وقالوا سجلوا أسمائنا بالوفد لأن أيضا إدارة المعارض طالبوا مننا أنه نحن نشكل وفد يعني هيئة الدفاع شكل واحد فبصراحة العدد كان خمسين إلى ستين شخص بس ما قدرنا نحنا حلونا نأرون بس محكم العدد قليم فاخترنا بعض الشركات اللي هي بتناسب أكتر يعني شامية أكتر مشكلتهم وأنه يرجعوا يشجعوا بقية مشان السنة الجاي يعني هنه هتين متفاجئين وانا وقت الواحد تجاي من برا عب ينظر نظرة لها يترون ما نضرحوني كمعارض السورة مانا واضحة بحق بحق مزبوط بس الى وقت عم بيجوا عم بيجوا هون عم بيشوفوا غير واقع عم تجوا اكتر يعني عم نشوف انه معقوله هدا خلال شهرين لحقتوا كل هاد شي مبدع يعني عملمسوا يمكن صمود السوريين وانتصاروا على كل الحرب يلي مروا فيها يعني نمنا نتمنى فعلا انه يصير في شغل دائما يستفيدوا منه بالنهاية سورية مثل ما تكر صاحب حسد شوي على موضوع للنساء خلي خبرين عنه اكتر شو هو هدا كل الشركات اليوم الجاية معنا بالوافرد هم كانوا مؤسسين من زمان بس انا وقت اسست الشركة تبعي وقت الحرب يعني قتلت معاش وقت شفت انه افضل انه واحد يشغل ناس يشتغل جوا بسوريا انا شوي ضد واحد تحط مساعدات مصاري فشفت عملت فتحت الشركة وتواصلت مع وقته سيدات العمال شبكة صبا وقالوا لانه نحن عم نسوق لسيدات العمال للسوريا جوا للدول الخليجة وهي فاذا انت عندك فروفة تقول لهم اللي عندك شركة تلق بفتح شركة وفتحت للشركة انا بشتغل المستشارة اقتصابية بوزارة الصحة فمو شغلتي الاساسي فأطلق بدي اشتغل كمان هاي الشغلة جنب الشغلة مشان قدر اعمل شي مفيد وفتحت اوصد اتواصل مع سيدات العمال هوني اشتغلوا اعمال حرفية دوية كل شي كل شي بقدروا يشتغلوا وطلق اي المدال والشي اللي ممكن يصبط مع البيئة السويدية وهلا اكتر السباين هنا سويديين فسنت اروح مع عارض سويدية هونيك ودوم نحط العالم السوري وعالمنا والبنت السورية وهنتاج سوري وفرجيهم انه انا هون نحن سوريين واقفين وعبلشيكم متجات يعني هاي انا متل تحدي كان فرجيهم انه نحن صحيح عملتوا علينا حصار بس لأ انا عم دخل مع متجات وعم نعمر جميلة عليها وعم نتفوتها وفرجيكم انه نحن المنتابعين هذا كتير كان يعني انا كتير شي كان معنويا اكتر لبره ولجوه هذا في شغل ممكن اضيفة انا الرحل على الحويات اللي عم نبعطها مساعدات يعني احنا اول شي كانوا عم يفكروا مثل تياب كانوا يبعط او شي فتات كتير تياب واغذية بعدين لا الاغذية احسن شي من هون في هون انتاج الواسع واحد يقدر يبعط هون وابعدين كمان اتجاهنا اكتر شي لالاجهزة الطبية المستشفيات المستوصفات متنقلة حتى في حاوية بعدناها لتير المارياخوب عملوا لونوها زبطوها عملوها مستشفى متنقلة عم يشتغلوا فيها مراضيين كتير شي هلو هلو نفس الحاوية اللي كان فيها مساعدة قلنا خلوها عنكم وعملوها مستشفى متنقل دهنوها وزبطوها وصاروا يعارفوا فيها المقص اول عشر حاويات كلها كان مقاع شو اسموه كراسي متحرك ببطاريات من غير بطاريات وكان اجلزة اشعة وهي كانوا اول عشر رخوا لمؤسسة الوعد بعدين الباقيين اطلنا نتعامل مع مدير مع ياقوب الام اجنس وكان دوما تبعتنا وسائق وتفرجينا مثلا مدرسة كاملة مع مقاعد وكراسي وهي بعتناها كمان ان رممنا المدرسة كتير شي حلو لانو اللي عم يشتغلوا هوني كمان حابين يشوفوا انو شغلوا نوصل وانو عبيروح من الاتجاه لانو نحن وقعنا هونيك انا مثلا كتبت اسمي انو وطال اجهزة طبية انا بتكفل انو هالشغلات تروح لفعلا للناس محتاجة انو محتاجة ان ان هن نحن مضطرين نتعامل نتعامل مع المؤسسات الدولين نتعامل مع المؤسسات الدولين مضطرين مع جمعيات احلية لانو في حسارة على سوريا فشو اعملنالنو نحن كجمعية احلية نحن جمعية سوريين منعلا بسياسيين نتعامل مع جمعيات احلية من هون وقعنا سننالو متكفرين انو هشي شدonte لفعلا عمال خيرية هذا كثير مهم يعني أعمال خيرية متعددة وجهود دعم تبزلوها كل شيء نقدر نعملو أخوكم السوري بأرض الوطن مشكورين كل الجهود اللي عم تقوموا فيها وأكيد من رحل فيكم بسوريا بلدكم وشكراً كتير لألكون شكراً لألكون شكراً لألكون شكراً لألكون نتعايدين جداً كمان منو طلعنا على الخضائية الإخبارية السورية فالله الحفظ وأيضاً كمان يعني بنواجه شكرنا لشعبنا ولا جيشنا ولا قيادتنا لأنه كمان لو لصمودهم ولولا فضحياتهم كمان نحن ما كنا موجودين هنا شكراً ومشكور كمان المسؤولين على المغرض على الدول اللي سبحثنا بخصة نقدر نجي ونشارك ونجيب معنا تجار شكراً كتير لألكون شكراً لألكون وإن شاء الله نلتقي بزيارات قادمة وفعاليات كبيرة دائماً بتحمل الأمل والفرح لكل السوريين داخل وخارج الوطن شكراً كتير شكراً لألكون شكراً لألكون